في مالك وكتابة الحلقة الماضية موقف لكابتن متحة شلبي انه الراجل كان يستهدف قناة الاهلي بالخصوص كان ضد انه قناة الاهلي تدخل SNG جهاز وحدة البث المباشر يدخلها للاستاد وهو في النيل للرياضة لما شاف الSNG بتاع قناة الاهلي قالك ده خطر على الامن القومي وده ممكن يعلم انقلاب وما ينفعش يكون موجود الا في الاعلام الحكومي وده مسئولية وده محقق مالاعلن ده شمه خبراتي وتحريض الاهلي يعمل مصيبة بعد شهور الراجل انتقل الى قناة مودرن سبورت وقتها كان الكابتن متحة عايز يدخل للSNG نفس الجهاز لنفس الملعب فقالك يا جماعة ما تدخلوا للجهاز هو فيه ايه هو احنا بنعمل ايه يعني ده ماتش كورة هو احنا بنزيع ماتش كورة الاهلي كان هزيع انقلاب لكن مودرن تزيع ماتش كورة شفنا موقف الكابتن متحة من قناة الاهلي انه مش من حقها ابدا تزيع ماتشات وانه ما فيش قناة في العالم في العالم على حد تأكيد الكابتن متحة بتزيع ماتشات كورة على الهواء لما الراجل انتقل لقناة نادي فبقت بتزيع الماتشات عشان كده سجلنا ورصادنا في الحلقة الماضية هذه الاراء المتناقضة جدا لكل الاحترام كابتن متحة اعلق على ما قال اولا في ملك وكتابا نشوفه انا بفتح اليوتيوب النهاردة فببص لقيت صورة الاصدقاء الاعزاء جدا عدل قاعي والاستاذ ابراهيم المنيسي كابتن عدل قاعي وابراهيم المنيسي وانا في وسطيه قلت ايه الموضوع ده فدست قلت اتفرك تقريبا حلقة امبارح اول امبارح انه الحدث اللي بيكاليب فيه اول امبارح حدث قريب اول اولا انا بشكرهم جدا على حاجتين حاجة الاولانية انه هم اوجدوني قرابة النصف ساعة اعتقد يعني على قناتهم ما شفنيش في قناة بيرمز هشوفتي في قناة الاهل دي حاجة جميلة قطر الف خيرهم عليها ادي واحدة التانية ودي بجد بقى مش اسقاط ولا حاجة الاتنين كانوا في منتهى التهزيب وهم بيتكلموا ودي اخلاقهم اللي احنا نعرف عنهم يعني ودوا مثال اذا انت اختلفت مع حد ازاي تختلف برقي بدون ما تغلطوا بدون ما تطلع الفاص دا ما هتقيل فالاتنين كانوا جمال ومحترمين جدا طبعا هم جابولي حاجات من 2007 وانا بتكلم على البس الفضائي وازاي ان القنوات ان اندية مش من حقها ان هي تاخد المباريات على الهواء مباشرة هتعمل مشاكل واحدوا جابولي مش عارف ان 2007 من 2008 اقول دا يعني حافظين اكتر مني والله ما كنت فاكر انا الكلام دا خالص وجابولي حاجة حديثة وكلام دا كله حلو الكلام طيب انا بس هرد عليكم جماعة رد برضو بنفس وانا دي طريقة انتوا عارفينها يعني 2007 لوائح الاتحاد الدولي من 2007 ل2018 بتتكلم في 11 سنة 11 سنة دول وانا رجعت الكلام دا كل ما بقولش هاجس يعني 101 نص في لوائح ومواد الاتحاد الدولي اتغيرت والذي لا يعلم ان هناك تغييرات تقبل مشكلته يعني ما تقولش اعرف لكن عيب ان انت تقول ان اعرف وانت لا تعرف اتغيرت من ضمنها حقوق الاندية في البث الفضاء راجع بقى كده قوعات الاتحاد الدولي انت تعرف لكن ما عنديش مشكلة وانا بشكركم مرة تانية ان انتو خلتوني على قناتكم مدة نصف ساعة الكابتن متحد اعلامي مميز بالتأكيد مش مسألة انت مختلف ولا متطافق معاه مش دي اللي هتعمل مكان توضعه راجل مكان توضعه مش محتاجة مننا اي موجود انشهادات ولا بتاع مش احنا اللي بند السكوك دي الراجل موجود بحجمه بنجاحه بنسبة المشاهدة واحنا اي وجبناك لانك راجل مهم لما تقول كلام بنختلف عليه يبقى صادر من شخص صاحب تأثير لو انت مش صاحب تأثير هنعمل معاك زال ما نعمله مع الناس اللي هم غير مؤثير ما نجيبكش فاللي كونيك اعلاميا صانع بالرأي العام اه اه مش تستحق لا ده من وجبنا نجيبك انا على الشاشة ونختلف بالرقي اللي انت بتقول عليه ونظل نختلف وهو ده الحوار والحراك اللي اعلامي المطلوب لكن في الاخر احنا ما بنقولش رأينا احنا بنقول هو قال كذا ورجع قال كذا ما اني عرفش رأينا اه يعني مثلا انا ما عرفش المواد اللي اتغيرت حقيقي يعني وهو اكتهد اكتر مني وعرف ان فيه مية واحد بانتتغيره بس ايه البنود اللي خاصة اللي كانت بتمنع قبل كده ان القناة تزيع اللي بتمنع ثم سمحت انا عايز بس البند مقارن يقول البند ده كان بيقول ممنوع والبند ده بيقول لا كده يبقى كسب فيها ثواب وزاداني تسقيفا وكده هاعتزر له وقول له الله ما انت كان عندك حق انت في الاول كنت في وضع اه لائح معين وفي الاخر تفاضع لائح معين عندك العين طيب هنا طبعا نحن نلتزم باللغة الراقية في الحوار دي مسألة اعتقد حضراتكم اه مؤكد تكونوا شايفينها وملاحظينها على مالك وكتابة من اول ما بدأ احنا كنا اكتر حد ارسق مبدأ لابد ان يكون الخلاف مع المكتوب مش مع الكاتب ومع ما قيل وليس من قال لكن في نفس الوقت لما الكابتن متحد يقول ان احنا تعمدنا نجيب حاجة قديمة من 2007 لا بالمناسبة قناة الاهلي بدأت في اغسطس 2008 يعني 2007 دي مش تابعنا يا جوز اه اهلي تاني مش دا الموضوع انت حسبتهم 11 سنة من 2007 عشان تبقى 2018 ما انت لما غيرت الرأي ما غيرتوش السنة دي ولا النهاردة دا غيرتها بعد قناة الاهلي في مودرن سبورت على طول كانت شهور فهنا حفظ التواريخ بس مهم شوية الاهم من كل دا ساعة لما الاهلي اطلق قناته عمل ورشة عمل محترفة من خبراء من الدوري الانجليزي جم عمله محاضرات في مصر اكتر من ورشة عمل كانت تأكيد فيها على حق النادي في ملكية مبارياته وتقال ان عندك كذا طريقة يتبيع لوحدك يتبيع ضمنه باقي يعني دا بيع للأنت دا في المطلق بقى مش بقى قناتك دا انت صاحب المنتج انت صاحب هذا المنتج كان خلافه المنتج بتعمين بالزبط اتحسب بتعمناه ايوه لما الاهلي اخذ على عاتقه بعد ما ظهرت قناته في اغسطس الفين وتمانية اخذ على عاتقه مهمة ومسئولية تحرير سلعة مباريات الكورة للصالح الاندية ووجه بحرب شعواء والحمد الله من قناة مدر نسبورت تحديدا وكل من فيها وقتها مش بس الكابتن متحد كتير كانوا اللي فيها شنوا حرب شعواء ضد النادي الاهلي وضد مجلس ادارته وقتها برئاسة الكابتن حسن حمد والاهلي تحمل الكثير من اجل تحرير هذه السلعة التي يتمتع بها كل الاندية دلوقت كل الاندية اللي بيجي لها عوائد بث كبيرة جدا مدينة بالشكر والامتنان لموقف النادي الاهلي اللي رجموه كتير جدا في 2008 او ابتداء من 2008 عشان كده لما الاهلي اخد هذا الموقف ده كان بموجب اللوايح وبموجب القانون وبموجب الشرعية او الوضعية الدولية كلها كانت عاملة ازاي انه يتقالي كابتن متحد لا ده فيه لوايح اتغيرت وفي مية وواحد مادة تغيرت فانا بتضامن مع المهندس عدلي في الرغبة من التعلم من الكابتن متحد شلبي ياريت مدام الراجل اهتم بقول انا ما بطلعت اش هتكلم الا لما رجعت ياريت المواد اللي انت رجعتها واللي بيينتلك ان الاهلي ما كانش له حق قبل كده يزيع مطشاطه على قناته واصبح ليه الحق او اي نادي اعطي هذا الحق وما كانش قبل كده موجود ياريت نشوف نص المادة وتعديل المادة والكل يتعلم بس نشوف ابعت لنا واحنا هنعرض نتعلم ونقول للناس ان احنا غلطانين بعد الفاصل